سقطرة الغارقة في الفوضى التي جلبتها الميليشيات المدعومة من الإمارات بتواطئ من القوات السعودية تدخل فصلا جديدا من فصول سراع النفوذ بين طرفي التحالف فبعدما يقرب من الثلاثة أشهر على انقلاب الانتقال على الشرعية في الجزيرة وجدت نفسها الميليشيات المسيطرة على الجزيرة في أزمة مالية خانقة كادت أن تشعل فتيل صراع بين ميليشيات تتبع الإمارات والقوات السعودية فعلى مدى أسبوع مضى قام المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بحشد أنصاره للخروج في مظاهرات مسلحة ضد الحكومة الشرعية التي انقلب عليها وكذلك المطالبة بطرد القوات السعودية المتواجدة في ميناء ومطار الجزيرة بهدف إكمال سيطرة الإمارات على الجزيرة صبت الرياض لم يدم طويلا هذه المرة فقد استجابت سريعا وأرسلت طائرة تحمل مليارين ريال يمني للحد من أزمة السيولة المالية التي تعاني منها المحافظة وفيما فسره البعض دعما سعوديا للميليشيات الانتقالي فإنه بحسب مراقبين اتفاق تم بين القوات السعودية وموالين للإمارات سيتم بموجبه إيقاف المظاهرات على أن تصرف السيولة كمرتبات لأنصار الميليشياء ومسلحيها وكانت قد اندلعت اشتباكات المسلحة مطلع سبتمبر الجاري بين ميليشيات الانتقال المدعوم من الإمارات والقوات السعودية المتواجدة في مطار سقطرة بعد محاولة مسلحين يتبعون الانتقال إغلاق البوابة الخارجية للمطار واستهداف مواقع تتمركز فيها القوات السعودية بالنار ويكشف الدام السعودي للميليشيات في جزيرة سقطرة عن مدى استخفافها بالحكومة الشرعية وفشل آلية تنفيذ اتفاق الرياض الذي بموجبه تم إلغاء ما سمي بالإدارة الذاتية ترجمة نانسي قنقر